اشتركوا في القناة وقال الصعيد العالمي جهودها لتحصين مؤشرات الحكامة البيئية الاجتماعية والإدارية على ضوء إصدار وكالة التصنيف غير المالي وكذا المنظمة المستقلة لنتائجهم المرتبطة بالتقييم والتصنيف السنوي في هذا المجال بلاغ للمجموعة أفاد بأن وكالة التصنيف غير المالي ساستينالي تيكس التي تحدد مستويات مخاطر الحكامة البيئية الاجتماعية والإدارية وسجي للمقاولات منحت سنة 2022 درجة 24.4 أي تحسن بمقدار ثلاثة نقطة فاصلة واحد مقارنة مع سنة 2021 لمجموعة أوسيبي وبذلك ارتقت المجموعة إلى المرتبة الرابعة من مجموعة 65 مقاولة تم تقييمها في فئة الكيمياء الزراعية وتبع المصدر ذاته أن هذه المكانة تؤكد على قوة الاستراتيجيات والممارسات والسياسات التي تنهجها المجموعة في مجال التنمية المستدامة وبالتالي المساهمة في تجديد الطابع القوي لتدبير وإدارة مخاطر الحكامة البيئية الاجتماعية والإدارية لتصل إلى أعلى المستويات كشفت الميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة الفلاحية تراجعت بنسبة 15.2% بعد زيادة بنسبة 17.8% سنة 2021 المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليم العالمي أوضح في كلمة تقديمية للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم سنة 2023 أن وقع الجفاف كان أكثر حدة خلال سنة 2022 إذ اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي الأمر الذي من شأنه يؤثر على مردودية المحاصيل ويضاعف قدرة السلاسل الحيوانية على السمود على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف المشي وبمبادرة من وزارة الإدماج الاقتصاد والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات أعطيت يوم أمس برباط انطلاقة برنامج ريادة نسائية إدارة النساء هذا البرنامج الذي يحظى بدعم من حساب تحدي الألفي المغرب يستهدف حوالي 100 امرأة من الأطر والمتصرفات داخل هذه الوزارة ومنظوماتها وأعرب وزير الإدماج لاقتصاد والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري في تصريح صحفي عن ارتياحه لإطلاق هذا البرنامج المبتكر لدعم النساء في مصارهن المهني كما أكد أن الريادة النسائية تعد عنصر نساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين في المقاولة ولتعزيز التنوية الاقتصادية المستدامة بلغ ارتفاع الأسعار في الأرجنتين مستويات قياسية فقد راكم معدل التدخم بالبلد الجنوب أمريكي خلال السنة الماضية نسبة بلغت ثمانية في المئة فاصل أربعة وتسعين وفقا لمعطيات رسمية الحكومة الأرجنتينية كانت قد قررت مؤخرا تمديد برنامج الأسعار العادلة حتى الحادي والثلاثين من دجمبر الفين وثلاثة وعشرين وفقا لقرار وزارة الاقتصاد الذي نشر في الجريدة الرسمية وزير الاقتصاد سيرخو ماسا اعتبر أن القرار يهم على الخصوص ألفي منتوج من المواد الأساسية بالاتفاق مع شركات تمثل منتجاتها 86% من الاستهلاك الحالي في البلاد وذلك في محاولة لكبح جماح التدخم المنفلت من عقاله وكما توقع المحللون الرئيسيون فإن تسجيل تدخم سنوي في حدود 95% يضع الأرجنتين في طليعة البلدان ذات أعلى معدلات التدخم في العالم والثانية في أمريكا اللاتينية بعد فينزويلا ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر بدعم من صعود أسهم شركات الرعاية الصحية ونمو الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر هذا وارتفع المؤشر ستوك 600 الأوروبي بـ 0.2% كما صعد المؤشر فينانشل تايمز بـ 100 البريطاني بـ 0.4% بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بـ 0.1% في نوفمبر وتتجه الأسهم الأوروبية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في بداية تبعث على التفاؤل لشهر يناير والعام الجديد وذلك بعد أن شارت بيانات لتباطئ التدخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة مما قد يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وطيرة التشديد النقد استقر التسعار الذهب فوق مستوى الألف وتسعمائة دولار الرئيس اليوم الجمعة لتصل لأعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل من العام الماضي بعد تراجع مفاجئ في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياط الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بسفر في المائة فاصلة أربعة إلى ألف وتسعمائة وخمس دولار للأوقية فاصلة تسعة عشر كما ارتفع باثنين في المائة فاصلة واحد حتى الآن هذا الأسبوع متجهان لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدين شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله